يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران وإذا أتاه السائلون لعفوه سترى القبيحة وجاد بالإحسان يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لضنيران فارحم تضرعه إليك وحزنه ومن عليه اليوم بالإحسان من علينا يا ربنا وعلى أمتنا وعلى بلدنا وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من عليهم بالبر والإحسان وبفضلك وسدرك ونسألك يا الله في شهرك الحرام أن تحرم لحومنا ودماءنا على النار نسألك يا الله في شهرنا هذا الشهر الحرام أن تحرم آباءنا وأمهاتنا ومن سبقنا من إخواننا على النار اللهم إنا نسألك ونستعين بك ونستهديك ونسترضيك ونتوكل عليك نسألك أن تميتنا على لا إله إلا الله وتميتنا ونحن نشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نمون وعليها نبعث يوم القيامة من الآمنين اللهم اجعل مصرنا بلدنا بلداً آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلِّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا